كابتن احمد شوبير بصفته نائب رئيس نادي فيوتشر طبعا شفنا نادي الزمالك اعلن وقال احنا علاقتنا بفيوتشر بقى تسمنا على عسل وسيبوكم اللي قاله شوبير وقال احنا عملنا بروتوكول واتفاق ان صفقات فيوتشر كلها لين احنا مش للاهل الاولوية للزمالك فقعدين نتكلم معهم ناخد عمر كمالي وناخد مهند لاشيل ونشوف هنديهم مين وا 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 وذكر اسم كابتن احمد شوبير بصفته وانا بتكلم عليه دلوقتي شوبير بصفته نائب رئيس نادي فيوتشر دكتور والد دابس رئيس النادي شوبير قال ايه فيوتشر لن يبيع اي لعب فريقه انا بتكلم على شوبير كتصريح رسمي من نائب رئيس نادي فيوتشر فيوتشر لن يبيع اي لعب فريقي او اي صفقة جديدة اتم ضمها كلمة اي صفقة جديدة تم ضمها اصده بهنا دلاشين لان يبقى اي لعب من فريق اصده عمر كمان عبد الواحد بل سيعمل على تدعيم صفوفه بشكل اكبر بعد تأكد مشاركته في الكونفدرالية الموسم المقبل فبيقفل الباب عن اي حد يتكلم قد يالامر فيه توفيقه كاشا زاملنا الاعلامي بادر ويريته ما بادر بادر ويريته ما بادر وقال يعني انا عايز الصلح يتم بين الكابتن محمود الخطيب وبين رئيس نادي الزمالك وانا يا عم خطيب حقك علي انا انا بعتذر لك انا واذا كان في غلط فيك حقك علي انا مش بعتذر نيابة عن احد ولكن انا بعتذر لك انا عارف ان انت تهنت الفترة اللي فاتت وتكلم الراجل الكلام اللي هو رصده كمتابع يعني هو ما حسبش حسبت ان الكلام ده ممكن يضايق حد توفيقه كاشا ما تكلم اتكلم من خلال انطباعه كمتابع للاحداث في السنة الاخيرة او السنتين الاخرانية او الثلاث سنين الاخيرة فالرجل شايف ان رجل اتهان فقال له يا عم حقك علي انا بس ما تيجي نتصالح ونحط دينا في ايه بعض عشان البلد وعشان الفترة الجاي فترة صعبة اتكلم من هذا المنطلق يعني ما حسبش الحزبة التاني طلعه توفيقه كاشا تاني يوم عمل تصريحا برح قال لك مرتضى منصور اتصل بي وسباني وسباني مش وكان منفعلا يعني في فارق ان كان منفعلا وسباني يعني سبه ملعاش معنى تاني يعني معطردا رافدا ما ذكرته على احد المواقع الاعلامية ولكن العقلاتي تربطني باخي الاكبر مرتضى منصور تسمح له بذلك يعني بتسمح لاني يسبه مفيش مشكلة يعني خلاص مدام بتسمح لاني يعني احنا في الاخر مش هنخش بين الفولة والبصلة واشرتها ملناش دعوة وانه لن يستطيع احد ان يفسد هذه العلاقة بين اخوين حتى مرتضى منصور نفسه دي تصريحات كان عاملها توفيق عكاشة لموقع مصراوي ترجمة نانسي قنقر